تمع كروشيان كرافت وزلوف هنعمل شنطة للبحر بسيطة جدا سهلة وسريعة مش هتاخد وات لو انتي لسه جديدة معانا ما تنسيش تعملي سبسكرايب واتفع علي الجرس انا معيكي قلاء العشمال انا استخدمت خيط بيور كوتن المكرمية ده خيط مصري وصراحة حلو جدا عجبني استخدمت معي خمسة مليمتر وطبعا على حسب صمك الخيط استخدمي الابرة المناسبة ليه هنبتدي بعقدة بداية وعدد من السلاسل لما تتعودي على الخيط هتلاقيه بيفك معاكي شوية انا كان اول مرة اشتغل بيه فشوية كان افش كده معايا وانا بشتغل بالذات مع ابرة دايقة انا هنا اشتغلت الشنطة على سكيل كبير هشتغل معاك بواحدة على سكيل صغير عدد السلاسل هو اللي هيحدد حجم الشنطة بتاعتك يعني انا الحجم ده الحجم الكبير ده بتاع البحر اللي بيشيل حاجات كتير انا اشتغلت خمسين غرزة سلسلة وهوريكم بالمزورة مقاس الشنطة بالضبط قد ايه فعدد السلاسل هو اللي هيحدد قعدة الشنطة بتاعتك اللي هيحدد الحجم بتاعها انا هشتغل على سكيل صغير معاكو عشرين غرزة سلسلة انما الكبيرة استخدمت خمسين غرزة سلسلة لما بخلص عدد السلاسل بتاعتي هبتدي اشتغل نص عمود بلافة نص عمود بلف الابرة الخيط حوالين الابرة بتخل في السلسلة بتاعتي بطلع من ثلاث فتل مرة واحدة تاني هلف الخيط هدخل في الغرزة وهسحب من الثلاث فتل مرة واحدة دي كده نص عمود بلفة هكمل السطر كله غرز نص عمود بلفة النص عمود بلفة لطيفة انها مسكة نفسها بس في نفس الوقت منجزة جدا في الشغل عن الغرزة الحشو فانا ابتديت بنص عمود بلفة هفضل اشتغل لغاية لما اوصل لاخر سلسلة عندي في السطر طبعا حجم الشنطة هيتحدد بطول السلسلة اللي هتشتغليها في الاول فحددي انت عايزة حجمها قد ايه واشتغلي طول سلسلة هنرتفع سلسلة واحدة للسطر اللي بعده وهندخل في اول غرزة على طول هنشتغل برضو نص عمود بلفة بنلف الخيط حوالين الابرة بندخل في الغرزة اللي تحت وبنتلع وبنسحب من الثلاث فتاة اللي معانا على الابرة وهنشتغل السطر كله نص عمود بلفة لغاية لما نوصل لاخر سطره هولوكو اخر غرزة دي لانسعات كتير ما بتكونش باينة قوي وبننساها فدي غرزة هنشتغل فيها دي باينة اخر واحدة دي مش باينة بتبقى لفة كده الورا فانا مش هنساها هدخل فيها هشتغل من تحت الفتلتي وهسحب اشتغل نص عمود بلفة السطر ده هكرره على حسب انا عايزة القعدة قد ايه انا اشتغلت للقعدة بتاعتي اربع سطور نص عمود بلفة عايزة القعدة تبقى اكبر اشتغلي عدد سطور اكتر عايزة القعدة تبقى اقل في الحجم اشتغلي عدد سطور اقل بس يعني انا حسيت ان اربع سطور هو مناسب جدا للقعدة بتاعتي عشان ما تبقاش فيها وسع جامد قوي من تحت فتمط معين فانا اشتغلت على السكيل الكبير خمسين غرزة سلسلة ارتفعت فيهم اربع سطور نص عمود بلفة السكيل الصغير دي عشرين غرزة سلسلة وارتفعت برضو اربع سطور نص عمود بلفة لما هخلص هعمل ايه خلص كده خلصت الاربع سطور هشتغل في كل كورنر غرزتين نص عمود بلفة يعني كده اشتغلت غرزة نص عمود بلفة في الكورنر هرجع تاني ادخل في نفس الفرق ده وهاشتغل نص عمود بلفة كل كورنر هقابلني هشتغل فيه اتنين نص عمود بلفة او على حسب بقى الغرزة اللي هتشتغليها هتشتغلي غرزة حشو ممكن ايه تشتغليها على طول غرز نص عمود بلفة ممكن برضو يعني ده يرجعلك انا حاسيت النص عمود بلفة مسكة نفسها كده وفي نفسها مش هدمط قوي معيه من تحت لان طبعا الكروشي بيفك بعد شوية ومنجزة في الشغل يعني مش هتاخد منك وقت كتير ما تنسيش الغرزة الاخيرة دي في السطر تبقاش باينة قوي بس اهم حاجة ان احنا ما ننسيش عشان ما تدينيش بوز كده مالوش لازمة فهنشتغل في الكورنر اتنين نص عمود بلفة وفي كل جنب من الجوانب يعني انا هشتغل على القعدة دي داير ميدور فانا خلصت كده اول جنب الجنب التاني ده مش باين فيه اول جرس فانا كل فراغ هيقبلني هشتغل فيه نص عمود بلفة بالنظر ومن انا اللي هعمله النحية دي ارجع اكرره النحية التانية فانا كل فراغ كده هيقبلني هقوم شغالة فيه نص عمود بلفة بالنظر على اساس انه لا يكونوا كتير اوي فتوسع ولا يكونوا دايرين اوي فتضيق اجامد معي وهكمل بقى نص عمود بلفة بالتوي وفي الفراغ كده يعني اي فراغ مزنة كده هقوم دخلها شغالة فيه لغاية لما اوصل في الكورنر والكورنر هشتغل فيه اتنين نص عمود بلف فانا دي المرحلة التانية في الشنطة اشتغلت القعدة اربع سطور فكيب اشتغل عليهم داير ميدور وفي كل كورنر هحط قرزتين نص عمود بلفة على حسب بقى انتي اشتغلت عدد السلاسل قد ايه هتشتغلي بنفس الطريقة عزاز غيرها عزازة كبيرة كلها بنفس الطريقة فانا هكمل هنا السطور دي والغرس دي اللي غاية ما وصل لآخر انا كده خلص خلصت هدخل اشتغل منزلقة في اول غرزة نص عمود بلفة اهم حاجة ان انا في كل كورنر اشتغلت اثنين نص عمود بلفة هبتدي اعملي هشتغل سلسلتين دا ارتفاع لاول غرزة عمود بلفة عندي وهدخل في الفراغ دا هشتغل عمود بلفة تاني انا عندي هي عبارة عن مجموعة كل مجموعة عمود بلفة فهسيب فراغ وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهشتغل اثنين عمود بلفة الشنطة بعد كده هيكلها تكرار للسطر دا اثنين عمود بلفة في غرزة اشتغل غرزة ما بين المجموعة والتانية هسيب غرزة وهدخل في اللي بعدها اشتغل اثنين عمود بلفة هتكرر الموضات على طول السطر وعلى طول حجم الشنطة بقى على حسب انتي اشتغلتي عدد سلاسل قدقين اشتغل سلسلة هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اشتغل اثنين عمود بلفة طبعا انا ممكن اشتغل عمود بلفة ممكن اشتغل اثنين عمود بلفة ممكن اشتغل تلاتة عمود بلفة على حسب بقى انتي الجرزة اللي انتي عايزة تشتغليها ممكن تشتغلي جرزة بف ممكن تشتغلي جرزة فشارة يعني الجرزة اللي هتحلقيها هتاخد منك وقت سريع عشان تخلصيها بسرعة اشتغليها او اللي انتي حاسة ان شكلها هيبقى احلى بالنسبة لك اشتغليها يعني التصميم ده نقدر نلعب فيه براحتنا نشتغل الحاجة اللي احنا عايزنا فعناها نشتغل داير ميدور غرس كلها لغاية لما اوصل للاخر 8 عمود بلفة سلسلة 8 عمود بلفة في الغرزة بعدها انا كده وصلت للاخر هشتغل سلسلة وهاجي هنا عندي الغرزة بتاعتي اول واحدة هشتغل في تاني سلسلة من تحت وهشتغل منزلة تمام هرتفع بعض سطر اللي بعده اللي هو هيعتبر تكرار هدخل في الفراغ اشتغل منزلقة وهرتفع سلسلتين لأول عمود بلفة في التكرار وهشتغل عمود بلفة في نفس الفراغ تاني سلسلة الفراغ اللي بعده اتنين عمود بلفة وهكمل السطر كله والسطور اللي بعدها كلها بنفس الطريقة هشتغل كده اربع سطور بعد كده انا عايزها تلم معي فهقول لكم انا عملت ايه بالزبط يعني هشتغل اتنين عمود بلفة سلسلة اتنين عمود بلفة في الفراغ اللي بعد كده وهقفل السطر بمنزلقة زي ما قفلته في السطر اللي تحته فانا هشتغل دي كده وهواريكم بالزبط شكلها هاي بعمل ازاي لما نرتفع بالسطور شوية دي الحجم الكبير اللي انا اشتغلت وانا اشتغلتها كانت عاملة القعدة بتاعتها 45 سنتي بالتقريب والطول بتاعها انا عدت اشتغلته انا هنا اشتغلت انا بقى 16 سطر من اللي اتنين عمود بلفة بينهم سلسلة اوكي وبعكية قفلتها بغرز حشو عادية ده المقاس الصغير اللي هو 20 غرزة سلسلة كاتب بداية انما ده المقاس الكبير كاتب بداية تاعته 50 غرزة سلسلة فال30 غرزة سلسلة الفرق هما اللي خلوا الحجم بتاعها يكبر بالشكل ده فكل ما تكبري في حجم السلسلة او تصغريها هتصغر او هتكبر معاكي الشنطة انا هنا هكرر السطور دي لمدة اربع سطور وبعكية هقول لكم وعملت ايه عشان تضم معايا الفوق تاني فانا هنا اشتغلت تلات سطور في الكبير اشتغلت اربع سطور بعد كده في الصغيرة دي انا اشتغلت تلات سطور كل تكرار ما بينه غرزة سلسلة هنا هنا ابتدت السطر عادي اشتغلت غرزتين سلسلة غرزة عمود بلفة دخلت في الفراغ اللي بعده اشتغلت التكرار على طول ما اشتغلتش ما بينهم غرزة سلسلة تاني هنا اشتغلت اتنين عمود بلفة هدخل في الفراغ هشتغل اتنين عمود بلفة على طول مش هعمل سلسلة ما بين كل تكرار والتاني لغاية لما اوصل لاخر السطر وهشتغل فاول عمود عندي ورزة منزلقة زي السطر اللي تحته بالزبط هو هو مفوش اي فرق غير ان انا ما عملتش ما بين كل اتنين عمود بلفة والتكرار اللي بعدها سلسلة اوه اشتغلت في الفراغ اللي بعده ونفس التكرار بتاعي اي ان كان بقى انت هتشتغلين اتنين عمود بلفة هتشتغلين فشارة هتشتغلين غرزة اللي انت عايزاها من غير غرزة سلسلة ما بينهم ده اللي هيخليها تضم كده معايا لغاية فوق في الصغيرة انا اشتغلت 11 سطر او 12 سطر في الكبيرة انا اشتغلت 16 سطر بعد كده بعمل ايه برتفع سلسلة وبدخل في كل غرزة هتقابلني غرز حشو عشان تديني الجزء اللي فوق بتاع الشنطة انا يعني بحب دايما اشتغل غرز حشو عشان يكون ماسك نفسه قوي مع الحركة انك تدخلي وطلعي حاجة ما تفتحش قوي معاكي الشنطة انا هنا خلاص خلصت السطر بتاعي كله وهوريكم بقى هنبتدي السطر اللي بعده زيه انا هشتغلهم غرز حشو داير داير هنا هشتغل اخر غرزة حشو عندي في السطر الطبيعي ان احنا بنقفل بمنزلقة ونطلع للسطر اللي بعده لأ انا هدخل على طول في الغرزة من غير اي فواصل هشتغل عدد من السطور الحشو داير داير من غير لبداية سطر ولا نهاية سطر وهفضل مكملة كده لغاية لما اوصل بقى لعدد السطور اللي انا عايزها عدد السطور عايزها اربعة خمسة تلاتة على حسب انت عايزة الجزء دا يكون قد ايه انا بحبه كبير لان دا اللي بيمسك الشنطة من فوق ما بيخليهاش توسع قوي مع اللبس والاستخدام بذات ان كوشي بيفك مع الاستخدام فهفضل اشتغل لغاية لما اوصل لكم سطر اللي انا عايزة هامل هنا حركة او غرزة شكلة لذيذ في الاخر هتدي منظر حلو هتخلي برضو الشنطة شكلها حل انا ما اشتغلتهاش في الشنطة الكبيرة بس اشتغلتها في الشنطة الصغيرة الشنطة الكبيرة انا اشتغلتهم غرز منظلة فهامل ايه هفتح هشدي كده الخيط شوية هسحبه وكأني بشتغل غرزة حشو بس بطلع والف الشو تاني تاني اهو هوسع هوسع الغرزة اوكي هدخل في الغرزة اللي بعدها وهسحب الخيط وقوم لفة الابرة كأني بعمل آم اللي هي الغرزة العكسية بس من غير ما اعملها عكسية انا بلف الابرة بدل ما لف انا ايدي بالعكس انا بلف الابرة هسحب وهلف الابرة وارجع تاني اسحب الخيط واشتغل بتدي شكل حلو لو مستصعبوها بلاش اشتغلي غرز منظلقة او اشتغلي غرزة بيكو يعني اشتغلي الغرزة اللي تحبيها ان انتي تنهي بيها الشغل بتاك مش عايز تشتغلي حاجة خالص هي خالص ممكن توقف عند مرحلة غرز الحشو مش هتقول لا او هيكون برضو شكلها حلو فهاي دي بس بتدي منظر كده مش اكتر هو منظر جمالي ملوش اي استخدام انا هنا اشتغلتهم غرز منزلقة اخر سطر ده اشتغلت منزلقة هنا اشتغلت الغرزة اللي انا ورتها لكم صراحة حبيتها اكتر في الشكل وده الشكل بتاعهم بعد ما يخلصوا فرق لتلاتين غرزة سلسلة عملوا فرق كبير جدا في حجم الشنطة ما بين دي وما بين دي متعفة شوية وسعد انما صغيرة لسا مستخدمتاش فما وسعدش قوي وعنا الادين صراحة كسلت ان انا اشتغل ايد وقررت ان انا اشتري الادين الجهزة لان انا زل دلوقتي في السوق ايدين جهزة كتير حلو قوي واشكالها يعني صراحة جميلة يعني بتدي شكل حلو خصوصا ان انا شغالة شنطة صليد لون واحد ما فاش اي حاجة تانية فلون ونقشة الاد هتخلي لها منظر حلو جبت لها الحلقات دي وبردو دي حلقات نزلة جديدة حلو قوي اسهل من التانية اللي كنا بنقعد من خياتها وبيبقى شكلها قلطف انا بدخل بقى بواحدة وبسيب واحدة عشان بس اقمنها كده شوية وطبعا ممكن بقى نعمل لها بتانو هيبقى شكلها حلو قوي واجبت للكبيرة حلقات اكبر شوية بالنسبة بقى للايد انا جبت ايد واحدة بان الشنطتين شباه بعض فهي ايد واحدة افتحها احطها في دي لما ألبسه صغيرة واشلها احطها في التانية لما ألبسه كبيرة اتمنى ان الفيديو يكون عجبه لو عندكوا اي سؤال اكتبولي في الكومنتات لا تنسيش تتابعيني على فيسبوك ويوتيوب عشان يوصل لكل جديد انا بنزله معاك يا الاء العشماوي